صباح لامتحانات طبعاً معظم البيوت المصرية والأسر دلوقتي بتستعد لامتحانات الترم الأول لصفوف النقل غالباً الطلاب اللي في سنة ربعة وخمسة ابتدائي بدأوا امتحانات الأيام دي تحديداً يوم 19 ديسمبر اللي فات امتحانات المهام الأدائية وده نظام جديد تطبق السنة اللي فاتت وبدأ تطبيقه في السنوات الدراسية الأولى بعدها حيكون فيه امتحان نص السنة وطبعاً بيكون فيه اهتمام كبير جداً من كل الأسر أنهم يوفروا الأجواء المناسبة للمذاكرة وأنهم يهيأوا لدهم لامتحانات يعني الحقيقة يمكن يا محمد أجواء الامتحانات الزمان اختلفت عن أجواء الامتحانات دلوقتي ويعني دلوقتي بقى فيه وسائل مساعدة كتير جداً للطلاب عندك مثلاً زي ما انت كنت بتكلم امتحانات المهام الأدائية دي رغم أنها الحقيقة بتضاف طبعاً للمجموعة لكنها بتضرب الطالب على امتحان الترم ده غير كمان أنه بقى سهل على أي طالب أنه يفتح منصة مدرستي أو أي منصة علمية تانية ويذاكر أي درس مرة واثنين وثلاثة لحد ما يقدر يفهمه ويستوعبه كويس جداً وأعتقد ده يمكن بيعالج مشكلة كنا بنعاني منها على أيام نحن وهي فكرة الحفظ نحن طول الوقت كنا بنعود بنحفظ الدروس أو بنحفظ أين كانت المادة اللي كنا بنذاكرها لكن دلوقتي مع كل هذه الأدوات المساعدة بيكون في تطور كويس جداً بيقدر يساعد أنه الطالب أنه يقدر يذاكر بشكل أكتر وأنه يستوعب كمان المعلومة بشكل أكبر مش بس أنه يحفظها محمد بالضبط يا جمانا المهام الأدائية دي بتقيس المهارات بتقيس المهارات بش زي ما أنت كنت بتقولي فكرة الحفظ والطلقين لا بتقيس مهارات الطالب وتحصيله خلال الفصل الدراس الأول أو الترمي الأول حقا يا جمانا أنا بعيش ده في البيت عندي كنت لسه أجيلك والله مش أثيبك عندي مهام أدائية كتيرة جداً بعيشها بأولادي ففعلاً أنا بحس بداية جمانا هي فكرة لطيفة جداً ابتدت السنة اللي فاتت أنه هما يقسموا 100 درجة لكل مادة 35 درجة على المهام الأدائية اللي هي فكرة أن المدرس أو المعلم يختار بعض المهام ويخلي الطالبة في خلال حصتين يقوموا بيها يوزع المهام دي على الطالبة ففكرة المشاركة أنهما يشاركوا في المهام دي إلى جانب طبعاً 60 درجة على الامتحالات النهائية وخمس درجات على غياب الحضور فهو نظام جديد بيئيس فكرة المهارة وبيئيس فكرة المشاركة كمان إزاي الطالب هو بالحصة يشارك المدرس والمعلم فشايفة حاجة مهمة وبتغير طبعاً بكل تأكيد تفرق بشكل كبير يعني في استعاب الطالب وأن هو بالفعل يقدر يفهم المادة حتى يقدر يحدد كمان ميوله يعني حابب متجه لأي مادة لأي مجال بشكل أكبر ده غير بقى كمان نروح بقى للأسر يعني كلهم نتكلم على الطالب والمهام الأدائية لكن في الحقيقة بعض الأسر لسه بيكون عندها طوارق في أيام الامتحانات الأمة بقى تحديداً بالذات بتبقى يعني تعبانة جداً وشايلة المسؤولية أكتر من ابنها أو بنتها الحقيقة اللي عندهم امتحان كمان الأب الحقيقة يمكن أعتقد ده بيخلق كده حالة من القلق والتوتر جوه البيت وقبل ما أقول لحضراتكم هنتكلم تحديداً إيه في فقرتنا النهاردة اللي علاقة بالامتحانات خليني أعرف من محمد بيتعامله إزاي في البيت بص هي فكرة القلق دي فكرة موجودة دايماً على أي امتحان واحنا صغيرين إننا عندنا امتحان بكرة فحالة قلق وطوارئ ومذاكرة وقعد عن مكتب وغيره لكن أنا شايف أنه الدنيا لم تبقى سلسة وبسيطة جداً أنك أنت تقول لولادك أنه الامتحان زي وزي أي حاجة في الدنيا ممكن تعدي اعمل عليك زاكر ركز في المادة اللي أنت بتزاكرها بلاش فكرة القلق لأنه يعني في بعض الأحيان يا جمانة القلق بيجيب نتائج عكسية القلق مطلوب أن أنت طبعاً لازم تاخد بالك أنه فيه حاجة مهمة في امتحان لازم تجيب في درجة كبيرة لكن فرط القلق أو ذات القلق للأسف الشديد بتخلي الطلبة في بعض الأحيان ما يركزوش وده دور مهم جداً على الأب والأم أنه هم يحاولوا يخففوا القلق ده يحاولوا يوفروا أجواء مناسبة لولادهم يحاولوا يشجعوهم زاكروا أعملوا اللي عليكوا وبس ما فيش حاجة بعد كده لأنه لو حافظ لكل شوية أقول لابني أو بنتي أعودي زاكري بكرة الامتحان ده صعب لازم تجيب درجة كبيرة درجة كويسة لازم نوفر ليهم أجواء مناسبة فتحيل كل أب وكل أم وأم قبل الأب طبعاً وأنا هتحييك يا محمد برضو جمانة عامل الواجب وأنا كنت شوية تحييني من أول حالة فأنت أب طيب لو أنا ما حييتش لو حادش هيحييك فلازم أحييكي النهاردة بس قولي أنت بتعمل كده مع بناتك أو الله يعني كان فيه امتحان حتى لسه من يومين لو أحنا تكلم بتجربة كده قدام المشاهدين والله قلت لها يعني هيكت ومدة من المواد الصعبة عليها والصعبة عليها لأنا ما أحبش المات والأرقام والحاجات دي كلها فالبنت طالع على الباباها بتزكهم على الأولاد فيعني حتى أقول لها خدي وقتك ورحتك وكل اللي حتعمليه كويس لكن أعملي اللي عليك وخلاص طب وممتها برضو نفس الموضوع ممتها بتوترها شوية ممتها يعني مرز بحد يكون متوتر شوية وحد يكون هيدي شوية بس على أي حال فعلاً تهيئة مناخ المذاكرة في البيت وفكرة أن احنا ما نوترش ولدنا عشان الامتحانات وعشان المذاكرة دي مهمة جداً لأن نعمل نفسي مهم جداً لأنه في بعض الأحيان حيات الطالب بيكون مذاكرة كويس جداً جداً بسم كترة الضغط وتوتر أهلو ما بيقدرش أنه هو فعلاً ما بيقدرش يذاكر حتى ما بيقدرش يستدعي المعلومة لما يكون محتاجها في الامتحانات على أي حال احنا النهاردة هنكون مع حضراتكم في فقرة عن إزاي الأسرة تتعامل مع الطالب في أيام الامتحانات وإزاي كمان نقدر نؤهل الطلاب لدخول الامتحان من غير قلق أو توتر بس طبعاً يكون معاهتمام لأي حال بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر